تواصل وزارة الداخلية حملتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضية حجب السلع والبيع بأسعار أزيدة من السعر الرسمي حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 483 قضية تمونية بمضبوطات بلغت أكثر من 113 طن مواد غذائية وغير غذائية ففي مجال الاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 17 طن كما تم ضبط أكثر من 96 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيدة من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية أما في مجال قضية المخابز تم ضبط 721 قضية من بينها 159 قضية خبز ناقص الوزن و 163 قضية خبز غير مطابق للمواصفات